في موضوع آخر تضرر 811 ألف من سكان مقاطعة أنهوي الشرقي الصين بسبب العواصف المطيرة التي أجبرت 195 ألف شخص على الجلاء من مساكنهم حسب ما ذكرت السلطات المحلية في المقاطعة وتجاوز منسوب المياه في نهري ياجينسي وهو أطول نهر في الصين في قطع أنهوي علامات التحذير وسط استمراره في الارتفاع كما رفعت الأمطار الغزيرة منسوب المياه في 19 نهرا آخر في المقاطعة إلى أعلى مستويات التأهب